موسيقى حياكم الله ورمضان كريم ضيفنا الليلة أراد خدمات فقالوا له نبني وعندما نادى معهم نبني غدروا به وبخدمات بعمر السياسة هو شاب لا يكل وبخبرتها هو شيخ نجمه لا يفل جذوره حجدية ولسانه ناطق باشط ليدفع عن معتقداته كل بلية نطق باسم الحجد وقاتل تحت لوائه حتى أنه أصبح من جند الإمام أو قائدا لهم يقول أنه يقود وزارته بالطريقة الحجدية وهي نظرية ابتكرها ضيفنا الليلة معالي وزير العمل والشؤول الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسد حياك الله معي الوزير حياك يا رب بسم الله حياك الله معي الوزير والله الخير ورمضان كريم عليك إن شاء الله شنو اللي يضحك في المقدمة ببدايتها لا ليش لطيفة شانا جيد لا وشفتك بتنسمت ببدايتها أنه هذا رح نرجع عليه أنه ناديت معاهم بنبني المواضيع هواية وتفاصيل خلنا نبدأ مباشرة بأول فقرة وهي فقرة الصور يجي قبل دفش اي لا بحطت لسفاة من الوقت بعد عندنا صور خلنا نشوف أول صورة محافظ واسط دكتور محمد جميل مياهي التفيتم من خلف الجبل وتحالفتم معه أو هو تحالف معكم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء رمضان كريم وأسعد الله أيامكم ونبارك للأمة الإسلامية والشعب العراقي الليلة هي ذكرى ولادة الإمام الحسن المشتبى صلى الله عليه وسلم وعليه ليلة النصف من رمضان الخمس عشر من رمضان الأخ الدكتور محمد هو واحد من المحافظين الثلاثة الذين فازوا بأصوات ربما كانت غير متوقعة أو متوقعة من البعض أصوات جيدة على العموم نحن كما تعلم ويعلم الجميع كانت هناك تقسيمات للمحافظات وكان يفترض أن التحالف خدمات كانت محافظة ديمانية يفترض لنا وحدث خلاف داخلي داخل الإطار من جهة وداخل حتى نبني من جهة أخرى لقوة في بدر أصروا على الديمانية ورحنا إلى التنافس داخل المحافظة بعد ثلاثة أيام راحوا تنافس قصدك بالتصويت من أعضاء المجلس من أعضاء المجلس مرة فلان جهة تجو يا أنا مرة فلان جهة تجو بالأخير صار التصويت للأخ سيد عباس منها للتوفيق وصار محافظة ديمانية فكان يفترض أن نذهب باتجاه العمارة خلص بعد لأنه الخلاف كان الأخوة في بدر يقولون نحن نأخذ الديمانية وتتأخذون العمارة نحن كنا وصلنا على الديمانية وهم يفضل أن يأخذون العمارة رحتوا على الديمانية لقيتهم قبلكم فبعد أخذوا الديمانية خلص صارت العمارة إنه يفترض وهم لقيتهم قبلكم رحت للعمارة بقيتنا يومين بالمفاوضات أو ثلاثة يام لذي تأجل الجلسة لأنه يمحسوم وأن المفاوضات كانت أنه قل من النائب الأول من رئيس المجلس قل من النائب الثاني المحافظات المحلية وحتى باتفاقنا مع الأخوة في بدر في بغضاد هم كان هذا يعني ما يصل لنا منهم إلى أن يوم التصويت بعد ساعة 12 بالليل وإذا ذهبت المحافظة أيضا إلى بدر محافظة بدر ورئيس المجلس من الأخوة في العصائب وهكذا هل تبثلوا ما هو الاتفاق الذي حدث لأنه مرشحنا قبل نص ساعة من انعقاد الجلسة قامنا خبر يابا ترى يوجد شيء حدث خلف الكواليس ستنغدرون قلنا نحن راحيا حتى على قل تتبين لدينا المواقف لأنه تعبنا من التأجيل وهذه الحوارات والمفاوضات خلف الكواليس دعنا نروح ونشوف الواقع الواقع فعلا نرحنا أنتم صدقتوا بالشخص الذي وصل لكم المعلومة لم نصدقنا تتضاح بشكل بي لأنه ما كنا متوقعين أنه الأخوة في بدر بعد أخذ الديوانية وخصصا أنه كانت الديالة لهم يفترض فما معقول يأخذون ثلاث محافظات الديالة بالنسبة لكم ما عليهم ما عليها تفاهم لا هي و بابل الديالة كانت يفترض محسومة باتجاه بدر و بابل باتجاه العصائب عموما فخلص لما نراحت الإعمارة كذلك ما بقت بعد كل المحافظات بقت بس ديالة ديالة بالنسبة أننا ما عندنا يعني وجود في ديالة وجود قوي وديالة تدرى الأخوة في بدرهم الأقوى فيها والأكثر ميولا نحوها فبعد صارت دخلة وسطاء يعني بالحوار أنه انطرح علينا أنه أنتوا بعد ليش ما تتحاورون ويا الأخ محافظ واسط باعتباره أنه هو يعني تشترك بالمظلومية تشترك بالمظلومية أو نستطيع يحكي لنا واحد يقوّل آخر هو يحتاج إلى جهة دعمه ونحن ما عندنا محافظة ماذا كان موقفكم من الحديث على المحافظين الثلاثة بصرة كربلة يعني يعني ما كان موقفكم داخل الإطار من التالساعة ترفض نحن كنا مؤيدين على أقل الأخ العيداني والأخ نصيف كنا مؤيدين للتجديد لو كانت بلجنا وكنت تتحدث مع الأخوة بلجنا أنه الإخوان عدتهم أكثر من نصف طبعا الدكتور محمد ما كان عده أكثر من نصف كان عده أقل من نصف يعني سبعة من الخمسة عشر بينما نصيف الأخ نصيف مع حفظ الألقاب والمقامات كان عده سبعة من ثلاثة عشر الآخة سعد العيداني عده أطمع عشر من الثلاثة وعشرين فكان شبح محسومة قضية لهم وكان رأينا أنه رح نتفهم ونوزع الاستحقاقات أخذتوا قرار أنتم تكملون العدد للمياحة لا لم يكن قرارنا في البداية نحن الذي ذهب من عدنا الأخ المياحة ذهبوا ثانيا واحد من الخدمات واحد من العصائب وثانيا ذهبوا مع الأخ المياحة بسدان دون موافقة كتلهم لكن بعد ذلك حتى لي من خدمات دون موافقتكم طبعا قبل من أنه بالبداية كانت بعدها لا مختلفين على الديوانية ولا مختلفين على المارة سيكون دون علمنا سمارد يقول دون موافقتنا دون علمنا يعني هو ما خبرنا حتى يأخذ موافقتنا من عدمها فاشتهت بطريقته بعد ذلك من راحة هذا التصرف الذي البعض يسمي غذر وبعض يسمي خيانة والبعض يسمي التفاف علينا على استحقاقنا شفنا أنه الأخ محمد المياحي من جهه محافظ ناجح ومن جهه أخرى يمتلك سبع مقاعد وبالتالي هو بحاجة إلى دعمنا ونحن بحاجة إلى عنوان في الحكومات المحلية نستطيع أن نتقوى به ونقويه كذلك هذه ترتبت عليها شيء أنت تتحدث عن العضو من العصائب هذا بعد ذلك حاولوا يرجعوها بالبصرة على عضو بدر وعضو بدر ودوت بين القانون وهي إيمان المالك وعضو بدر نسيه تسمي أبو محمود البدران صحيح فهما صارت على اعتبار أنه كان الكلام على أنه أنتو اللي حركتو الوضع لا ونحن وإنما لأنه راح بالكوت واحد من العصائب واحد من السند راح مع الأخ محمد المياحي فالآخرين تسابقوا وقال معناتها نبصها ملاحظة من عندنا فقال نسبق فراح يتفقوا ويقومون على أساسهم متفضلين نعم تحرك وتحالف رئيس المجلس علي سليمون وهو أساسا من خدمات أساسا من خدمات أساسا من خدمات ولا زال بعدين صار التحالف المياحي بموافقتكم بعدما صارت قضية الإعمارة والديوانية أجزنا نحن أجزنا التحالف لم يكن ابتداء بعلمنا وموافقتنا بعد ذلك أجزنا وجلسنا مع الأخ المياحي وتفاهمنا على كل التفاصيل واليوم كتلة متماسكة والأخ دكتور محمد المياحي جزء من كتلة خدمات ووحد قياديها حتى أغادر الصورة مع الوزر ما صار كل هذا وياك من قاعدت ويا نفسك حتى أقول أنه شلتها بقلبك ضميت الهميان قاعدت قاعدت هاي شركاء وين وصلنا المرحلة على الاعتبار أنتم نبني وصار نسخة محدثة عن الفتح فأنت شركاء السلاح شنو كان الوحدة قاعد ما وياحد وين وصلت المرحلة من هذا كل اللي صار يعني هو هو على الاعتبار أنه حج شب الكتب أنه كان حج شب الكتب معروف عني أتحمل كثير وخلقي كل شيء واسع يعني عادة ما أستوعب كثير من المواقف بالسياسة تدري هذه ليست المرة الأولى وربما لن تكون المرة الأخيرة التي يحدث فيها هذا في السياسة تتفق على شيء ويظهر لك خلافه أو تعتقد بشخص بقضية معينة ثم يتبين لك أنه في هذا الموقف لم يكن حسب ما اعتقدت فهي ليست بدعا من المواقف صايرات قبل هو مثله ها يعني تعلمين عليهم سايرات دعونا نرى الصورة التي بعدها رئيس هيئة الحجد الشعبي سيد فالح الفياض نعم نبرات أنت من الجهة العاملة على إخراج من رئاسة الهيئة لا لا أبدا أنا لست من الذين يدعمون إخراج الحج فالح من هيئة الحشد هيئة الحشد لها خصوصيتها هي تختلف عن كل الأجهزة الأمنية الأخرى وتختلف عن باقي صنوف القوات المسلحة هي هيئة تشكلت بفعل فتوى مرجعية دينية أولا وبفعل هب لمئات الألاف من الشباب وحتى الشيوخ العراقيين من جهة أخرى وبالتالي نشأت بطريقة نحن كنا جزء من هذه النشأة وبالتالي نعرف لذلك و كنا دائما نقول حينما طرحت في عام 2016 كان مطروح بقوة فيما يتعلق بالحرس الوطني قبل تشريع قانون الحشد أنه يدمج الحشد التكوين وتشكيل كل منهما تختلف عن الآخر دمجهم سيضر الطرفين سيضر بالجيش ويضر بالحشد الشاق وفعلا أثبتت التجربة بعد مرور عشر سنوات على تأسيس وتشكيل هذا الحشد ليصبح قوة داعمة وساندة للجيش العراقي والقوات المسلحة و الآن هو متماسك وبعد تشريع قانونه و كذلك الضبط الذي مضى عليه سنوات كثيرة الحمد لله اليوم الحشد واقف كقوة مدافعة وركيزة أساسية من ركاز الأمن لذلك التلاعب دون الرجوع إلى الأصول كما يقال لأن كل قضية فيها أصول جاي شوني الأصول إذا مش الحديث بقضية استبدال سيد الفياض شوني الأصول أنا سؤلت أكثر من مرة قلت رأيه شخصي أنا لست مع الاستبدال ولكن الطرف الآخر يحتج بالقضية العمرية أنه سيد فالح الفياض إن كنت لا تعترض على إدارته فهناك اعتراض على عمره باعتبار وفقا للقانون هو تجاوز الحد القانون للعمر قلت هذا خلاف بين وجهتين وجهتين نظر وجهت نظر تقول أن أسائل الهيئات اللي بدرجة وزير من هو بدرجة وزير ينطبق عليهم ما ينطبق على الوزير والوزير ما لا علاقة بالعمر وطرف آخر يقول لا وجهت نظر أخرى تقول لا الهيئات ينطبق عليها قانون التقاعد وبالتالي يكون نذهب إليه أقول هذا الاختلاف يحسم القضاء القضاء بالتأكيد إذا ذهبنا إليه سيحسم هل درجة الوزير أو خصوصا هيئة الحشد هل يمضي عليها ما يمضي على الهيئات الاعتيادية أم تعتبر كالوزراء الجهة اللي معها استبداله استبدال السيد الفياد عدهما أحد مرشح أنت سمعت أحد مرشح ما سمعت لا طبعا هي واحدة من القضايا اللي يحتاج لها التمعن الطويل والتفكير الكثير في تغيير أي قيادة من قيادات الحشد قيادات العليا أقصد يعني رئيس الهيئة أو رئيس الأكان هذين القيادتين المهمتين واحدة من القضايا التي يجب أن نفك فيها أن يكون البديل جاهز ومو أي بديل قلت لك الحشد رئيس الحشد أو رئيس الأكان يفترض به أن يتمتع بصفات ربما ليست هناك ضرورة لأن يتمتع بها من يأتي وزيرا للدفاع أو وزيرا للداخلية أو رئيس الهيئة أنت تبتلك هذه الصفات حتى ممكن تكون رئيس هيئة الحشد شوف موقع رأس الحشد هو موقع فخر ومفخرة لكل من يكون فيه بالتأكيد لأن هذا هو الجهاز الأمني أو العسكري نستطيع أن نسميه الأسمى بحكم طبيعة تشكيلة وتكوينة لأنه الوحيد الذي تشكل بفتوى مرجع ديني ولا زال يحمد الكثير من القداسة ويحمد الكثير من الحب في قلوب الناس واليوم لا سامح الله إذا تعرض العراق لأي خطر كن واثق أنت جميع بالاستثناء ستفزع قلوبهم إلى الحشد قبل أن تفزع لغيره إذا خيرتك من وزارة العمل ورئاسة الهيئة لا رئاسة الهيئة أنت شنو تشوف قريب عليك أو شنو شنو اللي أنا أنا بالحشد كنت ولا زلت حشديا واليوم وأنا بوزارة العمل أبناء الحشد نتجيني آلاف الرسائل على تليفوني كلهم مني خاطبوني خاطبوني كواحد من أبناء الحشد ولفترة طويلة أنت واجه للحشد كناطق ولازلت أعتبر نفسي من مسؤولياتي القانونية والشرعية هذا ليس قانون الذي يعتبر الاستجزاء من الحشد مسؤولياتي الأخلاقية والوطنية والشرعية أنه يدافع عن الحشد في أي محفظ هذا ليس محرج حتى أنا أحب بالسؤال لو خيروك بين الوزارة العمل وهيئة الحشد أجاوزة أجاوزة عادي لا أخو بالتأكيد الحشد لا يسمو عليه موقع بلاستثناء يعني يشدك من مواقع يشدك من مواقع يعني إذا تقول لي حتى لو رأحت الرئاسة الوزارة لا يسمو على الحشد خلينا روح للصورة اللي بعدها رئيس مجلس الوزارة سيد محمد الشعاع السوداني يقال أنه حربا بدأت تشن على سيد السودان يعني ما واصلة إلى مستوى الحرب ولكن هي طبيعة الخلافات السياسية أو وجهات النظر السياسية سيد السوداني اليوم أولا هو في موقعه كرئيس الوزارة من طبيعي أن يواجه هجمات سياسية فضلا فكيف به إن كان رئيس الوزارة ناجح لكن لا من معقول الهجمات تأتي من أولي القربة لا يعني لماذا لا معقولة على الاعتبار صالة سنة ونوص وبعد أكو تفاصيل ممكن أي يعني هو كرئيس الوزارة يفترض به وفريقة أن يتوقع لهجمات من ذوي القربة أو من الأبعدين يعني هجمات اللي يعني مستكم أقول فريقة هو وفريقة فريق رئيس الوزارة سواء كان فريق الوزاري نحن كحكومة بالتأكيد أي هجوم يأتي على رئيس الوزارة يأتي على حكومة بالنتيجة فيمسنا كأجزاء من هذه الحكومة وأيضا فريق الخاص كل رئيس الوزارة عنده فريق الخاص كمستشارين ومدراء مكاتب وما لذلك هاتش شنو اللي يصير ويأي السيد السوداني يعني باعتبار أيام رمضان تلدي أيام ظهور إعلامي مكثف لكل القادة السياسيين ولذلك كل القنوات تسابق في إظهارهم وبالتالي هذا من يطلع القائد أو الزعيم أو المسؤولة أو الرئيس الكتلة وبالنتج لازم يسولف فهي سولف واحدة من القضايا اللي سولف بها هو آراء السياسية وأفكار السياسية فمرة تقترب من السيد السوداني ومرة تبتعد عنه لا يكون الاقتراب منه عبادة ولا يبتعد عنه هي آراء سياسية ما أنت رفضت مصطلح ما قلت لك تشن حرب عليه شنو المصطلح أقول مصطلح إلى مستوى الحرب أي مستوى تقيمها نقدر نقول بعض الهجمات هجمات هجمات ورئيسة حرب هجمات شنو هدف منعتها الهدف منعتها تحييد السيد السوداني تدري الآن السيد السوداني أخذ مساحات كبيرة وواسعة بالشارع العراقي وحسب استطلاعات الرأي بعض الاستطلاعات تقول 75% نسبة التأييد بعضها تقول 70% بعضها تقول شوي أقل بعضها تقول شوي أكثر فبالتأكيد اتساع هذه المساحات ممطمئن لجميع الأطراف أكو بعض الأطراف كقوى سياسية تعتقد أن لديها مساحاتها الخاصة وتمدد رئيس الوزراء على هذه المساحات ربما يشكل خطر بالنسبة لهم هو لا يعي أنه التمدد على مساحات الآخرين خطأ؟ لا مو خطأ خطر أقول بالنسبة لهم لا هو لا يعي أنه خطأ خطأ هو الخطر هو ما يعمل بعنوان التمدد على مساحات الآخرين لكن أنا اليوم أنا وزير لما أعمل في وزارتي أروح باتجاه كل القضايا التي أنجح بها خلو من أنجح طبيعي يصر عدي مساحات ومو معنات إذا مساحة هارون مساحتي بنجاحي راح تتمدد على مساحة هارون لازم أمنع نفسي من النجاح وبالتالي تدرك ضد النجاح الفشل يعني أنت فيه كل يوم لا تتطور فيه معنات ستتأخر من المنطقة أن يتقدم من المنطقة أن يعمل من المنطقة أن ينسق وإذا كنت تشير في بعض كلماتك إلى الإطار فهي حكومة السيد السوداني لحقق حكومة الإطار يعني يفترض كل نجاح للسيد السوداني هو نجاح للإطار التنسيقي نزين أنا لا أشارت ولا حاجة من نتيجة الأقربين منه ولا أقربين للإطار بس أنت ظهر أنه عندك معلومات تحرك جهات لن تحدث عن الإطار ككل جهات مهمة داخل الإطار تتحرك حتى تحجم وجوده ودوره لا أنا أيضا لا أريد أستهدف طرف أو ميز طرف دون آخر وسأقول بشكل عام القوة السياسية أكو عندنا قضيتين أولا حكومة السيد السوداني هي حكومة الإطار فكل أطراف الإطار حينما ينجح السيد السوداني سيأتيهم جزء من هذا النجاح لكن من الجزء الأكبر بالتأكيد سيأكل السيد السوداني إن هو الفاعل من جهة أخرى القلق الذي ينتابني أو ينتاب غيري من قيادات الإطار إنه إذا ضيق السيد السوداني بنجاحاته المساحات علينا فمن حقنا أن ندافع على مساحاتنا من حقنا أن نحافظ على مساحتنا دعم الإطار للسيد السوداني مطلق بكل قوة ماكو شيء مطلق لا بدعم السيد السوداني ولا بدعم غيره سافقا ولا الآن ماكو اتفاق اتفاق للجميع أكو اتفاق مبدئي خلينا نسمي اتفاق أول إنه السيد السوداني هو رئيس وزراء الإطار يعني مرشح الإطار لإتلاف إدارة الدولة وبالتالي هذه الحكومة هي حكومة الإطار أولا ثانيا كل قوة الإطار بالاستثناء ممثلة في الحكومة أما بوزارات أو بهيئات وبالتالي لكل ممثل جيد للأمانة عاتبك على تصريحك من اللي علنتني ممكن تتحالف معه بالانتخابات لا أبدا لماذا عاتبني عبرت عن رأيي إنه السيد السوداني إذا نزل بقائمة الانتخابية أنا سأكون واحد من هذه القائمة ما صار بياتكم أي كلام اتصال ما شافك بمجلس الوزراء باشر باشر أبو مصطفى إذا أريد عاتبني عاتبني باشر بس ما أصر أي ثورة لا أنا طبيعي والإعلان طبيعي أنا أولا مجديدة أقول أنا حليف للسيد السوداني أحنا من اليوم تشكيل الحكومة وإلى اليوم أنا ومن معي حلفاء للسيد السوداني وهذا ليس غريبا قريبين من عندك طبيعي إذا كنت قريبا من عندك فريق حكومي لكن متى ما قرر أن ينزل بقامة انتخابية بالتأكيد سنكون جزء منها جيد هذا التأكيد على أنه ما صار أي عتاب بينك وبين التأكيد على الموضوع جيد دعونا نرى الصورة الأخيرة وزير العمل وشوء الاجتماعي أحمد الأسدي شخيرة أنا سيئلك علي زين كنت تتوقع بيوم تصبح وزير حينما كنا في عمل المعارضة في زمن النظام السابق أيام هور وأيام الجهاد بالتأكيد لم يكن يخطر في بالأحد أنه أن يبقى حي لما بعد سقوط النظام أنا كنت من سؤول تنظيمات الداخل ودائما خلص أكثر أيام السنة في داخل العراق وبالمدينة أفتر بالسيطرات كما يقال خلي روح على كفي فيومية فوت لك على عشر سيطرات وأنا مطلوب وأنا مطلوب فأت 7-8 مديريات أمن إضافة إلى الأمن العامة وبغدادة وما فيها فبالتأكيد من يجازف بنفسه ويروحه وحياته ما يفكر أنه يصير وزير أو يصير مدير وأنا ما قلت لك أنا كنت كلما أجل للعراق أكتب وصيتي لأنه تعبر حدود وتدخل المدن وتجازف في سيطرات فأكيد لم يخطر هذا عدل بال منباشرنا بالعمل السياسي بعد سقوط النظام لم يكن الهدف أن تكون وزيرا وإنما الهدف أن تقدم مشروعا ناجحا أنا لا زلت أعمل على شيء وأسأل الله أنه أوفق فيه أنه أنا مع من يعمل معي من يتعاون معي أن نقدم القدوة أو الأسوأ الناجحة للناس القدوة افتقدناها كثيرا بالعراق لذلك ليس المهم أن يكون أحمد الأسدي وزيرا بل المهم أن يكون ناجحا وصادقا مع شاعدا ما حدثت لك المرحلة قلت ما حدثت مارد سأكون وزير أخو زين لي وزارة لم تدعا طرحت وزارة الداخلية لكن الاتفاق اللي صار بين الحاج العامري و سمح حسين مقتدد الصدر أن النائب لا يكون وزير منعا من أن يكون وزيرا مع أنه ذكر الحج مهدي والأخوة طلبه واستثناء من الحج العامري أنه يستثناء بس أبو جعفر فما صارت موافقة فمن 2018 كنت مطروحا أن أكون وزير يقال أن هناك حربا تشنع على كل شخص كان مقربا من المهندس حتى يبعدوكم وينهون تأثيركم أنتم شوية المقربين من المهندس الله يرحم أنتم كنتوا لو لحد لا تعاملوا من القوى السياسية شايفين نفسكم لا ما شايفين نفسكم بس إحنا من يتلمذ على يدي رجل عظيم مثل المهندس من حقه أن يفخر أنه كان جزءا من هذه المدرسة هذا أول ثانيا الشهداء عادة حينما يستشهدون فإن تأثيرهم يكون أكبر تأثيرهم يكون أكبر على الأمة بشكل عام فكيف به على القريبين منهم بالتأكيد يكون لهذا القروب تأثير كبير لذلك أنا أعتقد أن الحاج المهندس في وضاة التي كانت كان يفيضها علينا في حياته لا تزال مستمر بعد استشهاده بل ربما تكون في وضاة أكبر ونحن نستفيد منها أكو مني شي الحرب عليكم حتى وإن كانت غير علنية يحاول إبعادكم أنتو الدائرة المقربة يعني أنت اليوم كلنا على الحروب زين إي موحنا نحن ماعد غير هاي إن كنا إن كنا صادقين فيما نعمل ومخلصين فيما نريد كما كما يقال بقلوب صادقة ونيات حسنة فلا نهتم لمن يشنوا حرباً علينا إن كنا نسيروا على هذا أكويتشي نظر مختلفة عن المهندس من الطبيعة أن يختلف معي باعتبار الإمتداد لتلك المدرسة يعني أكويتشي راك ممكن زين يقال أنه أحمد الأسدي يجلس بجلسة مجلسة مجلس الوزراء كقيادة بالإطار مو كوزير لا بجلسة مجلس الوزراء أخو أنا قيادة بالإطار ما عليها خلاف بس بجلسة مجلس الوزراء نجلس جميعاً كوزراء أخوة أحباب والسيد السوداني هو رئيس مجلس الوزراء فشنا يعني قاعدته تختلف مثلاً لا شويل قاعدة الإطار تختلف عن قاعدة مجلس الوزراء لا نحن جميعاً في مجلس الوزراء نجلس كفريق حكومي منسجم زين شو توجه لرسالة أحمد الأسدي أقول ل في أي موقع أن تكون لا تنسى أنك ابن الأهوار ابن الطبق التقيرة ابن الطبق المضحية ابن الطبق التادح التي طالما دافعت عنها ويجب أن تستمر بالدفاع عنها هل تذكر بها نفسك حتى دائماً تذكر السياسة غير اتجاهات وأبقى ابن الحشد إلى أن أموت ما ستفيدك هذه القضية التذكير بأنه أنت ابن الحشد فيدني أنه في كل التزام يعني في كل قضية لها مقتضياتها أن تكون حشدياً أو ابن الحشد يبنى عليها مقتضاها مقتضاها الحشد يكون مخلص الحشد يكون شجاع الحشد يكون يعني غير مندفع بلا عقل الحشد دائماً يتذكر ناسه وما ينساهم ودائماً تبقى المرجعية الدينية بالنسبة لها ابن الحشد هي السقف الأعلى الذي لا يوازيه السقف ومهما تشعبت بين السبل سيكون مرجعنا هو بالتأكيد إلى قرار المرجعية الدينية جيد خلينا نكمل حوارنا هناك أقدم هذه الفقرات يلا فضل في حكومة السيد عادل عبد المهدي واشتركنا في حكومة الكاظمي وبالحكومتين جئنا بوزراء كما يقال هذا النايم للظهر ما يقعد يلقى نفسه وزير وفي التجربتين نستطيع أن نقول أنها كانت تجربة فاشلة بالنسبة أن لم تكن تجربة ناجحة بالثانت قلتم أبي مجال واحد فقلنا بعد خلص ليش لأنه هناك أنت تجيب شخص آخر ينوب عنك أو يمثلك وبالتالي ما استطاعوا أن يمثلونا بما نريد في إدارة الدولة وفي لأن إحنا أمام تجربة ننجح أو نفشر بس أنت خضعت تجربة التكنقراط أي وكانت تجربة فاشلة وتجربة التكنقراط أنا التحدث دائما هي تجربة غير ناجحة أبدا تجربة كانت غير ناجحة الوزير السياسي الوزير السياسي القائد طبعا مهمها أيضا الوزير السياسي القائد هو الأنجح بالاستثناء مع ما فيهم الأخطاء أحيانا أخفاقات لكن بشكل عام هو الأنجح لو كنت أنت رئيس مجلس وزراء ممكن أن تقعد يمك الناس ليس مؤثرين سياسية إلا وناس سقور يعني مثلا تحدث عن السيد السوداني أنت واحد من سقور السياسي الذي أصبح وزير شنو الأسهل بالنسبة إلى التعامل لا لإدارة الأنجح لإدارة دولنا الرئيس الوزراء الناجح ولا يبحث عن الأسهل وإنما يبحث عن الأنجح بالتأكيد الأنجح أن يكونوا وزراء ذو خبرة قادرين على تقدير المواقف السياسية وليست فقط المواقف الإدارية تقدر مجلس الوزراء كثير من قراراته ليست قرارات إدارية وإنما قرارات فيها جنبه سياسية وبالتالي الخبرة المعلومات القدرة على التفكير والشجاعة في إعطاء الرأي كلها مؤثرة في مجلس الوزراء على طالب تحالف السند يتعارض بي تحالف خدمات لو انتهت تحالف السند لا السند تدري تقدر تقول تحالف خدمات هو تحالف أكبر من تحالف السند باعتبار ضمت فيه تشكيلات جديدة ضم فيه واسط أجمل صار جزء من تحالف خدمات كذلك سومريون تجمع مهنيون بالإضافة إلى الآن نحن نعدي مفاوضات مع الشركان هل يكونوا جزء من خدمات أو يخرجوا بالتحالف آخر منفصل أما السند سند حزب تدري أنا رئيسي حزب وأمان عام وأنا من العام للحزب من هم الآخر اللي ممكن يطلعون من الأخ بؤلا والأخ الغراوي يطلعون من أما يصيرون جزء من خدمات بعد المفاوضات مستمر هم جزء من سند أما يصيرون الآن مثلا وزارة العمل إحنا أخذناها بخدمات لا أخذناها بتحالف سند فهي استحقاق سند فهي استحقاق نقدر نسميه استحقاق رباعي يعني بعض المصالح المشتركة تبقى رباعية بالتأكيد لكن أكون هناك منفاوضات هل يلتحقون يكونون جزء من خدمات أو يخرجون نواحتهم بتحالف غير خدمات هو هذا اللي أخر أعلان تحالف خدمات بعد العيد يعني هذا واحد من الأسباب أكيد جيد خلينا أروح على القضايا الأكثر تداولا بالفترة الأخيرة وهي مثلا قضية قانون الانتخابات أنت كقيادة بالإطار كرئيس تحالف مهم عدتكم مواقع شنو موقفك من قانون الانتخابات البعض شاف أنه حتى يريد يصيغ بطريقة حتى يمنع السودان من الترشح حسن أنا مارد حاكم النواية زين وإنما حاكم الواقع تدري كل قانون انتخابي حتى يعدل ويشرع قانون جديد أنت بحاجة إلى أشهر من المفاوضات والمناكفات وجيب وروح وودي وبالتالي أعتقد اعتقادا شبه جازم ما أريد أن أقول اعتقاد جازم خاف أن صادر حرية للآخرين بالرأي لكنني أعتقد اعتقادا شبه جازم أن قانون الانتخابات الحالي لن يعدل وأن الانتخابات القادمة ستجري وفقا لهذا القانون من أين جبت هذا اعتقادي مبني على أولا مشاوراتي مع مختلف القوى السياسية معظم القوى السياسية ترفض التعديل لذلك 50 أو 45 نائب وقعوا لأجل التعديل بالمقابل أكثر من 95 نائب وقعوا برفض هذا التعديل هذه قضية مهمة العودة إلى قانون الدوائر المتعددة لن يمضي صعب جدا ليش لأنه أولا واقعيا نحن بال2021 واحدة من الإشكالات التي أشكلناها على نتائج الانتخابات هي القانون وطلعنا مظاهرات على النتائج بقينا شهرين قاعدين بالمعلق ومشاكل كثيرة ثم كادت لا سامح الله كنا نصل حتى إلى حرب أهلية لو لا لطف الله سبحانه وتعالى وتدخل المخلصين فبالتالي ليس من المنطقة أن نعود إلى قانون جربناه فكانت نتائجه سلبية ولا لتعديل قانون جربناه اليوم نحن في مجالس المحافظات والنتائج إيجابية لا أحد ما اعترض على القانون من نجران الانتخابات مجالس المحافظات لا أحد قال القانون كان غير مناسب القانون ضيع حقوق الناس الآن أنا أقول يا بترى هذا القانون بدل ما أنا أجبت 16 من المفروض أن أجيب 20 مو معنات حتى أجيب 20 نروح أغير القانون نعم أنت كشخص أنت كأحمد الأسدي تقول أنا ما تسمح لي أقبل بتقسيماتكم وأكون على مستوى دائرة أنا تذكر بهذه الطريقة لا لا أنا كأحمد الأسدي ما عندي مشكلة أنا بدائرة يجبت 11 ألف في دائرة صغيرة واليوم يجبت 15 ألف دائرة لا لا دا تحدث أنت تبقى بدائرة لكن أنا أقول تجربة تجربة 2023 الانتخابية كانت تجربة ناجحة زي والمرشحين استطاعوا أن يحصلوا على أصوات نقدر نقول بها نسبة من العدالة تدريبا ماكو قانون عادل لكن نسبة العدالة فيها تختلف وعليه فلن تذهب القوة السياسية لتعديد القانون سنمضي باتجاه قانون السانتليغو الحالي والمحافظة دائرة واحدة نعم هناك من يقول أن هذا التحرك في أساسي هو للتضييق الخناق على أحمد الأسدي مثلا مثلا كما ذكرت يعني قصده على الشيعة السوداني حتى رئيس بزراء وصل مرحلة تتحدثون واحد باسم الثاني عنده واحد لا لا من تضربت بها مثل وانا ضربت تابل سوداني زي ضربت بها مثل قلت أنه أنت أحمد الأسدي ما تقبل اللي يتحدثون اللي يحللون التحليل أنه واحدة من أسباب التعديل هي لأخي الرئيس الوزراء من الصير دوائر متعددة تتدري وانا معناتها راح ينزل بدأ رجي بها ثلاث مقاعد من الأربعة مثلا فمعناتها ما راح ينزل تقديري لا وحتى قضية أنه الاستقالة قبل ستة شهر أحد ها غير قضية لا هل تنذكر بقانون الانتخابات اي بس هاي يعني أنا قدر أقول هي شبه مستحيلة ما قدروا ينزلوا على مدير عام ينزلوا على رئيس الوزراء لا ما تصير دولة تنهار سيد هارون يعني أنت لازم ش تسوي لازم تطلع رئيس الوزراء وكل الوزراء اللي هم ومعظمهم راح يرشحون والمحافظين والمدراء العامين والوكلاء والرأساء الهيات انهارت الدولة ما تصير جيد تشوف تشوف الانتخابات المبكرة تلوح في الوفق لا وين ما شوف بالعكس أنا شوف الدولة مستقرة وتتمشي باتجاه تشوف لأنه هي ماكو أو لأنهم غيمة لا لا ماكو ماكو انتخابات المبكرة في الوفق بعض الأحاديث تتحدث عنها وقلت لك حرية رأي كل واحد يعبر على رأي السياسة ودافع من حق يدافع على رأي السياسة بس أيضا وفقا للاستقراء أستبعد قيام انتخابات مبكرة طبعا نستبعثها عمليا نحن الآن انتهى شهر الثالث يعني على أبواب شهر الرابع أولا عندنا مفوضية انتهت مهمتها تدري المفوضية الحالية منتهي عمرها القانوني مددنا لها مدد لها مجلس النواب فقط للمصادق على انتخابات مجلس المحافظة ثم الآن سبب بقاها هو علم فقط للمصادق على انتخابات قديم كردستان خلاص رح تنتهي لازم ش نسوي نروح نعين مفوضية جديدة ولي عليها خلاف هل هاي المفوضية سياسية لو قضات بنفس الطريقة هاي تاخذ لفت ستة شهر خلصة السنة بس اسمح لي وراها عيننا المفوضية وفقا للقانون المفوضية سألناهم مجلس تحتاجون الحد الأدنى عملياتيا يحتاج لهم سبعة أشهر ستة إلى سبعة أشهر فإحنا أوتوماتيكيا رح ينالشهر السابع الثامن الفين وخمس وعش خلص عمر الحكومة الطبيعي وإن انتخابات مبكرة بعد عمليا ما تصير زين الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة تشوفها هي أحدى أدوات الدخول إلى سيد الصدر وإقناعها بالعودة للعملية السياسية لا جيش سيد صدر مشترط العودة الانتخابات المبكرة أو قد تخلط لواء المتعدد أنه كان يطالب به أتحدث عن أدوات المناغمة لا ما لا علاقة إن الآن لم نسمع لم يرد إلينا من طرف التيار الصدري ولا من سماحة سيد الصدر أي شيء يشير إلى رغبة رغبة التيار بدخول الانتخابات بشرط سواء كان شرط شرطين عشرة لا نكون إذا الآن لا وصلنا إلى شيء لا انتخابات مبكرة ولا تغيير قانون الانتخابات وما إلا ذلك إذا الآن قرار التيار الصدري هو مربوط بالتأكيد بقرار سماحة السيد وهو إذا الآن غير واضح لدى الجميع بما فيهم قيادات هذا عدم الوضوح بموقف السيد الصدر يولد تخوف عدكم لا ليش نحن نأمل أن عدم الوضوح يفضي في الأخير إلى أن نشترك سيد الصدر بالانتخابات لحدنا نعيش عدم الوضوح هذا عدم الوضوح يعني عدم إصدار القرار أنا أجزب أنه سيد الصدر يدرشين القرار بس هو أهمة بأنتم تعرفوا حتى القريبين من عندما يعرفوا إيه هذا يولد عدكم عدم الوضوح حالة من الخوف لا 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 أخوف هو أكو احتمالين أكو احتمال لأنه يشترك التيار الصدري أو لا يشترك وما أكو احتمال ثالث صح نحن بالنسبة أننا نحبذ أن يشترك التيار الصدري في الانتخابات القادمة ليش يعني نحن كقوة السياسية معظم القوة السياسية خلينا أقول مو كلها بس معظم القوة السياسية وردت قل لي منه ما يحبذ مشغلي والله هناك من يعمل على عدم يعارف سيد صدري حفلية السياسية وما شغلي زيان ليش يعني نحبذ نحبذ في اشتراك السيد الكتلة الصدرية بالانتخابات أولا أن التيار الصدري تيار واسع اجتماعيا وتيار متشر في كل في كل المساحة في مستعش محافظة أو على أقل إهداعش محافظة المحافظات الشيعية والمشتركة التيار الصدري موجود بها وموجود بفاعل وبقوة فغيابة عن المشهد السياسي بالتأكيد هو ليس عام القوة وجود التيار الصدري في المشهد السياسي عام القوة مناسبة انذكرنا التيار الصدري ومناسبة أن نشكر سمحة سيد الصدر على مبادرتها التي قام بها للتبرع لغزة ودعم فلسطين بالتبرعات سعيشات البادرة زيان ما رح خليك تخرج عليه هذا السؤال أكو من يعمل على عدم عدم إعادة الآن ما رح أقول لكم زيان ما خالف أكو من يعمل على عدم إعادة السيد الصدري العملية السياسية والتيار الصدري بالشكل واضح ماكو للأمانة بالشكل واضح يعني طرف سياسي يعمل حتى لا يعود التيار الصدري مرة أخرى إلى الواجهة السياسية ماكو زيان ولا من داخل الإطار ما سامح هذا الحاجة لا هو إذا ما من داخل الإطار مين يجيه ما عندنا برر الإطار بس التيار الصدري زيان شيعيا ما عندنا أما سنة كسنة مريد التيار الصدري لا سامع أحد من قوى الإطار يرفض أو يعمل على عدم عودة تيار الصدر لا السنة و الكرد يتمنون أن يرجع تيار الصدر اليوم قوي الباشرة حتى يخلصوهم من عرقب لماذا يفعلونهم لماذا حلفانا في إدارة الدولة و وزراءهم و أنا في مجلس الوزراء والأمور فانتاستي هذا السؤال بإفتراضية و بعيدة بس ما يخالف تريد أن تتحالف مع السيد السوداني حتى عندما يرفض لولاية ثانية يقدم مرشح من قائمته وهو أحمد الأسدي حتى فكير شيطاني هذا لا والله لا خاطر في بالي هذا الموضوع و إنما أؤكد من جديد أنه تحالفنا مع السيد السوداني هو ليس وليدي اليوم إحنا أولا جزء من الإطار التنسيقي وسيد السوداني مرشح لإطار التنسيقي ثانيا داخل الإطار التنسيقي نحن ككتلة و هذا موسر نحن ككتلة و أنا كشخص أحمد الأسدي كنا من الداعمين للسيد السوداني و العاملين على توليه منصب رأسة الوزراء فإحنا حلفان من البداية فلم نعلن شيء جديد لا يعني هذا قضية التفكير للبعيد أنه ستكون على الاعتبار أنه سيحقق على الأصوات و عندنا صار العرف أي رئيس وزرائي حقق على الأصوات ما يصبح رئيس وزراء لا يرجع لولاية بعدها رئيس الوزراء لا تحدده الأصوات لا تحدده المقاعد الانتخابية و هذه أعتقد واضحها حتى عند السيد السودان من يحدد رئيس الوزراء هي التوافقات السياسية وبالتالي سيد السوداني ملتفت لهذا الموضوع وبالتأكيد سيعمل عليه لأنه حتى إذا أراد أن يعود مرة أخرى لولاية الثانية فبالتأكيد يعمل على التوافقات السياسية أما من جهتي أنا فأول مرة هذا لم يخطر بالتأكيد لم يخطر ببالي الموضوع وأنا لا تحدد قال لي بسؤال؟ البسؤال اللي قتعلي طريقة تفكر شيء طهن وأنا ما أتحدث كأحمد الأسدي وأنا ما أتحدث كتحالف أنا نتحالف وعدي 12 نائب الآن كخدمات عدي 12 نائب وعدي 20 عظم مجلس محافظة وعدي امتدادات سياسية فكلنا نؤمن بأن السيد السوداني ناجح في عمله وفي مسعاه وفي إدارة للدولة عد ليش ما نتحالفه أما من الذي سيكون رئيس وزراء في المرحلة القادمة قلت لك ها يتحدث التوافقات السياسية أولا ثانيا حتى تبدأ تقدم شخص لرأسة الوزراء لا تذكر اسمه بالتلفزيون تدري كل ما حدث ورأسة الوزراء يتقدمه قبل سنتين وثلاثة وخمسة وتعرضوا إلى مشاكل ومفاوضات ومنهم سيد السوداني سيد السوداني رشح في 2018 رشح في 2019 حينما استقال سيد عادل عبد المهدي وكاد أن يكون رئيس الوزراء ثم رشح في 2022 وصارت هذه الخلافات ومناقشات فبالتالي ماك واحد يفتح الباب يقول أنا رئيس وزراء يراد لها شغول يراد لها استعدادات يراد لها توافقات ويراد لها إمكانات غير اعتيادية جيد لماذا صار الإعلان عن زيارة السوداني الواشنطن بشكل مبكر لتطمين الناس لو لتطمين القوى السياسية الأخرى لو رسالة هم واشنطن أعلنوا عن الزيارة تدروا أعلنوا قبل أن يعلن العراق أعلن البيت الأبيض أنه سيد بايدن سيستقبل في منتصف نيسان القادم رئيس وزراء العراق وسيبحث معه شراكة استراتيجية وما إلى ذلك فمن الطبيعي أنت يعلن العراق فبعد يوم من إعلان البيت الأبيضاء أعلن العراق عن زيارة هس ليش البيت الأبيضاء أعلن من وقت بحاجة كنت تسألهم جيد هذا من الخبر علينا هذا عليك تريفا يا الله من زمان وحاشن بالأرض وطبعا أمر ترجعك فيه الأجواء السلام ورحمة الله قلينا مع عليك يعني أنا ما استطيع يا مساء هارون زين طبعا صعب أن أصف العامري بأنه غدر وما كانت السؤال قال لي لو ترك الأمر إليك هل لن تدخل بقايمة أخرى مع العامري لأنه غدر بك وظلمك أنا ما استطيع أن أتحدث عن السيد العامري بهذه الطريقة تدري العامري يربطنا يعني الرابط بيننا وبينا مو مصالح سياسية فقط وإن كانت المصالح سياسية قد تزعل مرة ومرتين لكن العامري يربطنا به تاريخ جهادي طويل العامري سميه في الحشة شيخ المجاهدين والعامري أكثر من 40 سنة عدة تاريخ جهادي العامري كان من قيادات بدر حينما كان بدر بالنسبة لنا يمثل يعني عنوانا يكاد يكون مقدسا في أيام المعارض العامري أعرفه منذ بداية التسعينات العامري رافقناها أربع سنوات في الجبهات في مقاومة داعش وكان مقاتلا شرسا وكان حنونا على ابنائه على إخوانه لكن العامري يرأش حزب وهناك ضغوطات تمارس عليه من هذا الحزب فمرة هو يضغط عليهم مرة هم يضغطون عليهم بالنتيجة ضغط عليهم ضغطوا عليهم وظلمنا فالظلم نعترف به هما غدر بنا ما قدر به صعب العامري ما يستحقه راح أعزل مصطلح الغدر وخلي الظلم نعم ظلمنا ظلمكم حينما أخذ الديوانية والعمارة ظلمنا بتوجيه من جهات أخرى اتفقت فيها على هذا الشي لهو كان قراره أسوى بعضهم قالوا أنه الإطار وبعض قيادات الإطار قالوا يكون العاقب السند أو الخدمات لأنه راح أخذوا رئيس مجلس محافظة كربلا ورئيس مجلس محافظة الكوت وبالتالي قبوا علينا نصيف الخطابة ومحمد المياحي فكون العاقب فما نطيهم لا الديوانية ولا العمارة هذا رأي من ينطلع البعض يقول أن وصلنا وصلنا أن بعض قيادات الإطار تحدثوا بهذا الحديث ما عندنا دليل بس سمعنا هذا الشكل والبعض الآخر يقول أن هناك ضغوطات من بعض أطراف بدر والبعض الثالث يقول أن ما جرى في العمارة هو اتفاق محلي لم يكن العامري جزء منه نحن مو كليش معانيين بغربلة هذه الثلاث آراء النتيجة أن العامري نعتقد أن العامري الحاج العامري كان بإمكانه أن يفرض في العمارة أن يكون المرشح منه وليس من بدر تطرح فكرة أن بالعمارة كانت الاتفاق محلي أنت تقول بالبواسط نحن بعدها نحن ندخلنا نعم كل الحديث على أنه الطبخ هل تحدث في بغداد طبعا اللجنة الفنية قاعدت في بغداد وأنا واحد من اللجنة ثنية وقنا عشرة أيام ما الذي يحدث بالمحافظات بحيث قاموا يصرفون هي بهاية الطريقة حينما تأخرت اللجنة الثنية في الحسم أكثر من عشرة أيام وطبيعا تحدث خلافات تدري عندنا أطراف الإطار عندنا دولة القانون وعندنا نبني وعندنا الحكمة هذه الأطراف الرئيسية وعندنا الأساس كان عدد مقاعدهم ثمانية وعندنا بشرية عراق عدد مقاعدهم تسعة بالتقسيمات أساس وبشرية عراق ما كانوا يستحقون وفق الأعداد التي لديهم أن يمنحون المحافظة لذلك صار الاتفاق معهم أن يمنحون تعويضا عن المحافظة رئيس مجلس المحافظة ونائب أول هنا هذه التقسيمة ترضى من الناصرية تزعل بالحلة ترضى بالكوت تزعل بالنجف صارت شوية أخرتنا في يومين ثلاثة حدث ما حدث في كربلا أنه هو الأخ الذي يتفق مع الأخ نصيف الخطابي وصار اللي هو من خدمات اللي هو من السند يعني زين هذا الاتفاق الذي يصار بكربلا أهم ليس أنت وراه لا طبعا نحن وراه لكن عالج فيه نفس اليوم باعتبار الأخ نصيف من تفقين بالإطارة أن يكون هو المحافظة فقالوا لا يوجد مشكلة رئيس المجلس نحسب عليكم وبعد ما لكم حصة أخرى ثاني يوم صارت البلكوت العصائب والسند راحوا كلاهما طبعا مع أنه التخوين تدري التخوين توجه بس على صورتي والهجوم الذي صار عليه هكيد شفتها شفتها وليس سألتك بداية الحلقة أنه صارت هذه القضية سألتك أنت مونتن ورد تخرك اللي صار ومنعنا هم يدرون وعرضنا بقوة وقلنا لهم نعمل معكم علاقة العائلية بين رئيس مجلس المحافظة وبين النائبة التي انسحبت من العصائب زوجته لا زوجته نائبة ميانة بالسند لا انسحبت نائبة رئيس مجلس المحافظة صارت نائبة رئيس المجلس المحافظة EMA ولن زوجة النائبة عن العصائب ناحب يع عضو مجلس المحافظة عن العصائب لا لا هو ناحب عن العصائب عضو مجلس المحافظة عن العصائب بواحدة عضو مجلس عن العصائب انتفقت مع محافظ الواسط انها أخوه كان يصبح أدائه أخر خ Bir وبكان وح Leonard بالمقابل تطيط صوتها بدون علم العصائب و الأخ سليمون اتفق أن و يكون رئيس المجلس و كان في وقتها بدون علمنا هذا أنتو ندري لا نحن نحن عصاب لا ندري لكن ما حصل الظلم مع العمارة قلنا عاش تيدك و يجب أن نفعلها يعني أنت خلاص و أجعلكم حقكم بها كانت أخير حركة التي صارت في العمارة أخير حركة و أخلاص ما بقى شيء فهي ربما ضارة النافعة ربما إذا لم نأخذ العمارة تدري العمارة وضعها خاص و نحن دائما حتى في حديث ثم على أخي في بدر و قلنا لهم أكثر ناس مؤهلين أن تأخذون العمارة أنتم ليش أولا نعطيهم ثلاثة أعضاء مجلس محافظة ثانيا وجودهم الحشدي و التنظيمة كل شيء قوي بالعمارة وجودهم العشائري قوي أيضا فهم الأكثر مؤهلين لإدارة العمارة و الإدارة ليس سهل إدارته جيد أنت قيادات للإطار و وصلنا كلام على أنه كنت عاقبونا أحمد لسدي بعضهم نقل نقل لنا ذلك يقدرون يعاقبوك هم يعاقبوه لطلطوه محافظة هذا المقصود فعاقبونا لا الطلط أنه لا ديوني و لا العمارة جيد يعني اتفقوا بالنتيجة الإطارة اتفق يالله أخذ من عندنا المحافظة سأقوم بتصوّتهم و ايبدر بالديوني و صوّتهم و ايبدر بالعمارة سأقوم بتعديل العمارة بدأ أخذ المحافظة و العصائب أخذوا رأس المجلس و القانون أخذوا الناب الأول و الحكم أخذوا الناب الثاني فأتفقوا كلهم هسن الأمور هذا لو بعضنا راميك إياها لا ما رامي لهم أخذوها حقهم أخذوها أخذوها من عدة العمارة والديوانية لا مهي تجي بعدين هسا راح نجي على أنتوا هم التهموكم أخذتوا فلوس للتصويت للمرشح تقدم مجلس النواب بقضية شيخ شعلان لا ما أتهمنا نحن ما يتهمون الفلوس يعني باعتبار أصدقاء الحلبوسين صوت لبليه فلوس ها ما يتهمون بالفلوس يعني أنا سمعت أنه أكون نائبين من سند أخذوا فلوس لا لا مهي نقلت لك نحن الوابين هم يتهمون بالفلوس زين للحلبوسي الخلاف الذي حدث هو الحلبوسي لا تخاف أنه ويبعض قالت الإطار لا تخاف أن هذا الكلام يأثهمي ويأثير عليك تقول أننا أصدقاء الحلبوسي لا أقول أننا معروف عنا أصدقاء الحلبوسي فإذا أريد أن نصويت لي لا نصويت بالفلوس وأنت معدكم أصدقاء أنا على مستوى الشخصي أخو صديقة لا أنكر صداقتتي هذه الشخصيات نخليها على صفحة أما لما نصويتها صويتها في المرحلة القادمة غير معلوم أرى المرشح حمالت منه وقارن مع المرشح الآخر وآخر قراري يعني لا لديكم قرار وارح لحدهم لا لا لدينا قرار نهائي زين هذا يقول عليه تراجع بالموقف الحلبوسي لا يعني هذا هو العمل السياسي بنتيجة اختلفنا مع أخي حلبوسي في مجلس محافظة بغداد بالأسبوع الماضي قبل عشرة أيام حلبوسي عنده مرشح سيد الحلبوسي عنده مرشح النابل إداري النابل الأول وإحنا عندنا مرشح وبقينا عشرين يوم صراع فيما بيننا هو يصر على أنه يأخذه ونصر على أنه يأخذه زين هو محصة تقدم؟ ليش تأخذه من العدم؟ لا محصة مين يقول حصة تقدم؟ وفقا لي شنو حصة تقدم؟ أنتو ليسوا بيكم بالعمارة تجوين وطلعوا على الحلبوسي بغداد؟ لا لا وفقا لي شنو حصة تقدم؟ الأخوة في الإطار تقسيمات لأنه في صلاح الدين منطول نلامر رئيس مجلس ولا نائب محافظة لأكل شنو منطول الشيعة والشيعة موجودين أخوة في صلاح الدين المقابل في بغداد الشيعة بإمكانهم أن يأخذهم كل المناصب أعتهم الأغلبية يتوفرهم كل المناصب لكن مع ذلك الرئيس المجلس صار من حصة السنة فخلص نائب الإداري يصبح من حصة الشيعة حسن التقسيمات الطبيعية تقسيمات لكن بنتيجة عزم كان أعطهم مرشح عزم وحسن والسيادة و تقدم أعطهم مرشح و نحن أعطنا مرشح فقصدي بقينا أصدقاء و نحن الحلبوسي لكن نحن عشرين يوم صراع و تنافس إلى أن أخذنا النائب الإداري و فاز مرشح خدمات يعني ما صار أنه مثل ما يتحدثوا عليه قيادات تقدم أنه صار أعطهم حالة غدر بها؟ حالة غدر بال.. لا هم 28 نائب اللي صوتوا لصالح مرشحنا طبعا 25 من الشيعة ثلاثة أعتقدم يعني ما صار فيه هذه القضية هذا جرس التحبب؟ لا كل الأشياء أريد رجعك بها التليفون لا ما أخذنا و هذا موضوع مهم خلافك مع قيادات تحالف نبني هو بسبب استخدامك لبطاقات الرعاية الاجتماعية لتحقيق أكبر عدد من المصوتين لمرشحي تحالف خدمات غير صحيح باعتبار أن 80% أو أكثر من البطاقات الرعاية الاجتماعية وزعت وفقا للتقديم الإلكتروني يعني الناس لا يعرفهم أحد لا نعرفهم ولا غير نعرفهم هذا واحد فيما يتعلق بالـ 20% اللي هي وزعت وفق الشمون الورقي فالنواب يشهدون لي اللي هم من كل القوى السياسية كل النواب أخذوا استحقاقهم يعني الطلبات اللي قدموها وفقا لتقديرات وزارة التخطيط نحن نرفع الأسماء وزارة التخطيط وزارة تدخلها في حاسبة اللي هو تحت خط الفقر يشمل واللي فوق خط الفقر يرفض فأقدر أقول كل النواب وهذا ما أشوفهم من النواب يعني أنا أشوفهم دائما أما في زياء يزوروني وأنا أزورهم في مجلس النواب كل النواب راضين يعني ما صوت مشكلة؟ نبني أيضا جزء من هذا الواقع ماكو أي خلاف بينهم حول هذه القضية أنت تحالف خدمات هو الأكثر عددا لأعضاء مجالس المحافظات بتحالف نبني؟ في نبني نعم سند خدمات والأخوة الآخرين يمكن هذه القضية التي أجدت من وراء 16 مقعد كان عندنا فينا هذه القضية التي أجدت من وراء بطاقات الرعاية؟ لا، القضية أولا نحن تدري أربع تشكيلات في داخل السند و نزلنا خدمات و صفوة الأخوة نزلوا في الصفوة الأخ والأخ شيخ حيدر كانت ماكنتنا الانتخابية أتحدث عنها ماكنتنا الانتخابية قوية في خدمات و عملنا بجد أكثر من أربعة أشهر الماكنة الانتخابية يمكن وصلوا الليل في النهار في كل المحافظات رشحنا مرشحين أقوية يعني ماكو مرشح عندنا رشحناه ما هو أساسا جايب له أربعة خمس تاراف صوت قبل أن يجو جيد، ما الذي تفتخر به في وزارة العمل؟ يعني الحمد لله في وزارة العمل نحن، مثل ما ذكرت حضرتك أنا من الأول يوم عملتنا و نعمل بالطريقة الحشدية اللي هي نعمل بالممكن لنصد المطلوب و عملنا بالممكن و وصلنا إلى المطلوب هو رضى الناس و الحمد لله اليوم الناس راضي عنا أنا من أتجول بالمحافظات أو أذهب للزيارة أو في أي مكان من الأماكن العامة أشوف حب الناس الناس تندفع باتجاهي بشكل رائع إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالملفات كلها ملف الرعاية الاجتماعية للمرة الأولى نشمل نصل إلى سبع ملايين و ستمائة ألف من المشمولة بالرعاية الاجتماعية في ملف دول إعاقة وصلنا إلى 350 ألف الملفات التي كانت فيها فراغات كبيرة استطعنا أن نوفر لها التخصصات اللازمة و أن نصل إلى كل مناطب و أحد من الأشياء التي أفتخر بها أنه أستطيع أن أقول بضرس قاطع أن الرعاية الاجتماعية وصلت إلى كل محافظة بالمحافظات القمسطعش و إلى كل قضاء و إلى كل ناحية و إلى كل قرية و إلى كل حي سكني و إلى كل قصبة و لا مكان موسطة الرعاية الاجتماعية لأننا وزعناها بشكل عملي وفقا لقواعد قواعد البيانات التي لدينا نسبة الفقر و نسبة الشقان أسعني لم أحصل لك لكن في كل اللقاء تكشف عن حالة غريبة اكتشفتها بالرعاية و هؤلاء ماذا يخلصون؟ ماذا يخلصون؟ باستمرار قضية مستمرة يعني المقاولين تجار الملياردهرية الذين يأخذون الراتب برعاية أبو 200 أو 250 ألف أكتشفهم السورة لماذا تبني نفسها على هذه هي ثقافة خاطئة ثقافة خاطئة واحد يقول أن هذه بنزينات سيارتي و الأخر يقول أن هذه حصتي من النفط هو يقنع روحة نعم طبعا يقول لنا إلا هو يسويها و يقنع روحة نعم يحاججنا بها لأنه مثلا تذبن خابر للتحقيق من عنده طبعا صارت هبة على صفحتي الشخصية و على صفحة القناة لكن أحتاج إجابات سريعة ما هي قضية الوجبة السابعة؟ ننتظر تخصصات المالية لأننا لا لدينا تخصصات مالية تخصصات كلها صرفت من 23 لذلك سنعتمد على المتجاوزين قد نطلع من المتجاوزين أتوقع منها إلى شهر شهر و نص إن شاء الله تكتمل تدخلون بها من الوجبة السابعة نعم قضية جماعة نتائج تحليل الفقر ما هي قضيتها؟ هو الوجبة السابعة الذي سيشملون في الوجبة السابعة سيكون من تحليل نتائج الفقر هذا مترابط الموضوع أي تقريبا هذا قضية منحة الطلبة؟ منحة الطلبة مستمرة 30 ألف ليلة البتدائية 50 ألف متوسطة 100 ألف للجامعة و 150 ألف للدراسات العليا وهي مستمرة شهريا تشملون كل المستحقين كل أبناء المستحقين لا شهري بشكل شهري هل الكل استلموا؟ طبعا نحن بالشهرين الأولية استلموا 1.200.000 تلميذ و بالشهر الـ 12 زاد العدد رجعوا إلى مقاعد الدراسة 450 ألف لأنه قمنا نزف فدفعنا الآن وصلت الدفعة مليونيين و 250 ألف جيل شهريا هذا اللي تصل إلى 80 مليار تقريبا بالشهر طبعا و كذلك وزارة التعليم تصل إلى حوال 30 مليار شهريا بدفعات الطلبة يمكن من أكثر الحلقات بالنسبة لي صارت متعبة لماذا؟ من ناحية أنه أنت ما شاء الله لا تضم شيء ماذا؟ نحن نعرفه و الناس نعرفه طبعا و صار بها كم إضاحة للأشياء مهم و أنا شخصيا أشكر لك على هذه الحلقة الله يسلام شكرا لك مع علي وزير العمل الإجتماعي سيد أحمد لسدي شكرا لك و حضورك و السعر صدق طبا شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهي الكرام حلقتنا انتهت انتظرونا باتشر بإذن الله وتجيك السعادة شكرا لكم شكرا لكم